موسيقى لاحظت هنا شغلة مثيرة للإهتمام بالنسبة لإليك نحن نسعى للإصلاح أنفسنا وبنفس الوقت نسعى للإصلاح العائلة فإستطريه هنا 360 درجة الإصلاح هنا الله يبارك فيك لكن لنروح للسؤال اللي بعده إن شاء الله للمنطقة اللي بعدها نحن أرد تحدثنا عن الاستماع وأهميته في بعض الدراسات قالت أنه الكلام هو بس 7% أنا أترك لك الأمر لألك أنت الاستشاري وأنت الاختصاصي في الأمر وأنا مستمع وإن شاء الله أكون مستمع جيد شو المنطقتين اللي بدك تحكي بعد ذلك عنها؟ النقطة الثانية اللي إن هي لها علاقة بالكلام والاستماع اللعب مع الولادة دي منطقة مهمة جداً وبنفتقتها ومعظمنا مقصر فيها اللعب مع الولادة واللعب زي ما قلنا في شرط الكلام والاستماع إن هو طبقة اللي هما بيحبوا والطبقة اللي هما بيستمتعوا بي ولما نتكلم عن اللعب بتسمع بقى إيه يعني أقوال إحنا نشأنا عليها أحياناً اللعب ده مضيعة للوقت اللعب ده يعني يتعلموا حاجة تفيدهم أحسن بدل اللعب ده مع إن سبحان الله اللعب ده غريزة أساسية عند الطفل حتى في القرآن سورة يوسف قالوا أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وكأنهم عارفين إن اللعب ده في الطفل لازم يلعب ومش بس الطفل الكبير كمان محتاج يلعب لو بنتكلم عن الأبناء الكبار ما هو بيخرج يلعب كورة ما هو بيخرج يلعب أي لعبة بره وعشان كده مهم جداً إن إحنا نبقى الأول المفهوم نفسه موجود عندنا إن اللعب ده احتياج أساسي للإبن والإبنة بيحبوه وبيحبوا إن هما يعملوه فأنا كأب وأم من الحاجات اللي بتقربني منهم جامد جداً إن أنا أبدأ أتعلم ألعب معاه كلامي يباني إن هو نوع من الرفاهية لكن ده مش صحيح ده حاجة الأصل إن هي تكون الطبيعية بيننا وبين ولادنا نحنا نلعب معاهم اللعب اللي هما بيحبوه اللعب كمان بيساعدني إن أنا لما بلعب مع ولادي بعرف أكتر عنه يعني أنا ما نساش واحد من الناس الأسر يعني كان قال لي إن هو كان بيلعب مع ابنه فابنه بيقول لأخو والله إنت عارف إني إيه اللي محتاجه دلوقتي محتاج إنا لطشك على وجه فهو الأب بيقول أنا خدت بالي إنا بقوله كده وإن هو ده بقى جوال درجة إن هو بيقوله لأخو فأنا لولا ييمعبكو في اللعب لولا إن أنا خدت بالي فبعد كده بطلت أقول كده خاص لإن أنا اكتشفت إن أنا بقولها وأنا مش واخد بالي إن أنا بقوله واحد تاني يقول لي ده انا كنت بالعب مع ولادي والبنت بتقول لأختها والله انت ما فيه كفايدة ومش هتفلحه ده في وسط اللعب فاللعب ده مراية بيخليك تشوف هو الولد والبنت جواهم ايه بالظبط ايه الحاجات اللي بتوصلهم مني ومن امهم وبتقعد مش بتمشي فده بيساعدنا طول الوقت ان احنا نتابع الدنيا جوا عاملة ازاي بيعلمني كمان اللعب مع الولاد ان انا اعرف هو ايه اللي صعب عليهم تلاقي ابنه هو بيلعب بياخد الحاجة ومش عايز يديها لحد ابن تاني وهو بيلعب تلاقيه بيأخر في عمل الحاجة ابن تاني بيترفز بسرعة الحاجات دي هاعرف عنها ازاي اعرف عنها لما لعب معاهم وابدأ اشوف الكلام ده فدي حاجة محتاجين الاول نستوعب اهميتها محتاجين نستوعب ان هي احتياج محتاجين نستوعب ان هي بتفيد جدا في تطور العلاقة بيني وبين ولادي والله ما كانت عارف يعني اهمية اللعب مع الاطفال خاصة يعني بعض الادلت بيفكروا كأنه اللعب هو وقت خاص كمان فيه وريد ان يستقل به عن اولاده يروح يلعب اي لعب هو عنده ياهبي مالسه سواء اكس بوكس او لعب رياضية او هايكينج بيخلي طفله انه يلعب انت بالواريفر تابعيتها انت عندك لعبك وانا عندي لعبة ومساحتنا الخاصة المشتركة ايدي مدخلة باللعب بس من الواضح من الحديث اللي انت عم تقوله ان اللعب هو وقت مهم لتوطيد العلاقة مع الطفل سبحان الله يعني هو الواحد بقدى الوقت عتم مع الادلت مع رفاقه بوطر العلاقة معهم بهالفترة هايدي هالوقت هايدي كمان ممكن يستخدمه لتوطيد العلاقة مع اولاده ما شاء الله تبارك الله لكن هون فيه سؤال ان احنا ليه ما بنلعب مع اولادنا اذا فيك تتحدثنا شوي عن هالامر هايدي وكيف نلعب معهم طيب هو السؤال ده كانت سأل وعملوا عليه بحث سأله هو ليه اشهر سبب يخلي الاباء والامهات ميلعبوش مع اولادهم عملوا زي استقصاء كده من الاباء والامهات وليوا ان اشهر سبب بخلي الاب والام ميلعبوش مع اولادهم وهو ايه ان هم professionals مش عارفين اللعبو ازاي اصلي الواحد ماسك شوية لعب وعملا يلعب بيها ولام اعرفش الالعب ازاي الولد قاعد على الاكس بوكس بيلعب الواد كبير بييروح يلعب كورة وانش باعرف ان العب كورة طب الالعب معه ازاي فليوا انه هو ده اشهر سبب لان الاب والام ميلعبوش مع اولادهم وان ازاي ده افقاتهم فرصة رائعة لان هما زي ما قلت كده يوتادوا العلاقة مع ولادك لان انت في جو اللعب لما هنتكلم عنه لو لعب تصح مع الولاد انت بتنطلق والانطلاقة دي بيبين احلى اللي جوانا لما نبقى كده في مزاج حلو نقعد نلعب مع الولاد فهي دي الصورة اللي بتوصل للابن والبنت جواها عن الاب والام ده مش الاب اللي هو راجع طول عمره وكشر وبينفخ ومش طيق احد يكلمه واصل بابا تعبان واصل ماما مشغولة دلوقتي بتعمل مش عارفية هي دي الصورة اللي جوا لأ ده بيدي فرصة ان الصورة اللي جوا اللي هي المنزعجة دي تتغير شوية صوت حد بيضحك وبيهزر وبيقبل الهزيمة وبيخليني اغلبه وبيخليني فهي دي من الحاجات المهمة اول كان في قصة حد قريب مني اول كان عنده اكتر من 40 سنة لكن هو لما كان بيحكي عن والده لما توفى قال الليلة اللي توفى فيها اعدت الصورة الوحيدة اللي جاية في بالي صورة وهو راجع من الشوك ويرجع ويروح يقلع ويجي يقوله تعالى نلعب كرة بسرعة قبل ما هو نتخلص الاكل عشان لو شفتنا بتلعب نلعب كرة في الشقة هزا عقلنا فبيقول اعدت طول الليلة بتكر منظر اللعب ده هو ده الحاجة الوحيدة اللي جاية في بالي فسبحان الله واحد عنده 40 سنة اكتر حاجة طلعت من الزاكرة بتاعته في اللحظة دي هي ذكرى اللعب مع الوحيدة فما نستهونش بقصة اللعبة دي لان هي ده الذكرى الجميلة اللي بتقعد في الذاكرة بعد كده لسنين قدامي فده اهمية الموضوع ازاي نلعب ده قصة اعتقد ان كلنا نحتاجين نتدرب عليها كويس قوي لكن احنا هنتكلم النهاردة على خطوات معينة لما بنعملها بتسهلنا خلص في قصة اللعبة فهنتكلم في كام نقطة كده بالتدريق بالتدريق لما ان شاء الله نجربها الحاجات دي هتغير مفاهيم معينة احنا بنستخدمها بتخلي اللعب يبقى مملة بالنسبة للاطفال لان في اطفال كتيرة يجي الاب والام يلعبوا معاهم تلاقيهم تخنقوا في الاخر ويسابوا اللعب ومش عايزينهم يلعبوا معهم تاني فاحنا مش عايزين ده يحصل احنا عايزين تطلع في الاخر التجربة ممتعة للاب والام وممتعة للولاد اول حاجة تبع عارفها وانت رايح تلعب معي ان احنا رايحين نلعب معاهم مش هم اللي جايين يلعبوا معنا وبالتالي دي لعبتهم هم وبالتالي هم اللي وغدين التحكم في اللعبة هم اللي هيحطوا قواعد هم اللي هيمشوا اللعبة ما فيش دعي بقى انك ايه تنزل شوية عن ان احنا بناخد كل القرارات لا ده وقتهم هم هم اللي هيعملوا القواعدين اللي هلعبين فده النقطة الاولانية نحنا بيبقى مستعدين نفسيا ان احنا نمشي عليهم هيئلون دي النقطة الأولى النقطة الثانية ياريت ان احنا نبحرسين ان احنا ما نباش مملين يعني لما الولد ولا البنت يجبروا شوية تلاقيه بيقولك ايه اصلا مش بيعرف يلعب على البابا وممتو اصلا هو مش فاهم فهو ليه لان احنا شوية ايه بنحتاجين ان احنا نكون نمشي باللعبة بطريقة الممتعة بتاعت الولاية والكلام ده ينطبق على فكرة على ايه انا بتكلم على كل الأعموهر انا بتكلم على واحد بيلعب بشوية تعربيات في الأرض او ابن ماسك الاكس بوكس ولا البلاي ستيشن والاب بيلعب الجيم معاه وقفين في الجنينة بيلعبوا كرة مع بعض او ابن ماسكة عروسة ولا حاجات بتبنيها كل الحاجات دي هي نفس القواعد الولاد هما اللي ماشيين اللعبة واحنا ماشيين معاهم خليك باين كده انك متحمس وخليك متحمس واستمتع به لان الوقت ده جميل الحاجة التانية محتاج نكون مارنين يعني ايه مارنين الولاد احيان بيطلعوا بقواعد غريبة في اللعبة يعني مثلا اب قال لي روح تلعب مع ولادي كرة وانا لابس بقى ورايح فايه قلتولهم هتلعبوا ايه انا جاي من ايام بقى اللعبة بتاع زمان فقال له بص احنا هنشوت واللي يجيبها في العرضة يبا كسب فهو الراجل بيقول لي يا عم انا طول عمري فاهم ان اللي يجيب جون هو اللي يكسب لكن يجيب عرضة دي جديد علي قال فوقتولهم لا لا اللي يجيب جون قال لا اللي يجيب عرضة فالف الاول كنت هبوز اللعبة لكن بعد كده يعني افتكرت الكلام فبدأنا نلعب فعلا وننشن على الارضة فلقيت العيال اصلا عندها موهبة اعلى فهو ده استمتع باللي هم بيحطوه خليك مارن لو القانون اتغير مش هتخرب الدنيا يعني خليه يا سيدي يشوت في العرضة خليه يقول ان بيلعبه مع بعض سبع عربيات واللي يطلع الاخير هو اللي يكسب فكل ده محتاجين ان احنا ايه نتضرب عليه وده استمتع بيه الحاجة التانية ان انت ما تقعدش تسأل كتير لان الولاد بيتضايقوا من كتر الاسئلة بيحسوا ان ده جاي تحقق معاه ومش جاي تلعب معاه طب انت اشتت الكرة كده ليه طب انت ليه ما خدتش مش عارب ايه الاسئلة الكتيره من الحاجات اللي هي مش بتفيد طب اتكلم ازاي لما بالعب مع الطفل اوصف اللي هو بيعمله يعني انا شايفك مثلا حطت اللون الاخدر مع اللون الاحمر تشكله جميل انا كمان هعمل كده ما اقولش انت حطت اللون الاخدر مع الاحمر ليه ايه رأيك حط الاخدر لوحده والاحمر لوحده تبدأ تعكنن عليها بقى يعني ايه يا عم التكل على الله مش عايزك تلعب معايا اصلا لأ فانت مهمة اوي النقطة دي لنلقيه يعني ان الاسئلة كتير للطفل بيخليه مل من اللعب فدي نقطة برضو نراعيها واحنا بنلعب مع الولد دي بعض الحاجات اللي هي لما بنلعب ناخد بنا منها اخيرا ان انت وانت بتلعب ياريت ما تمسلش أسل اللي درس يا طب نفسي عارفاه ان كل واحد فينا جواه ثلاث شخصيات شخصية الطفل الاول الطفل ده اللي هو بيلعبه بيتنطط وعايز ياخد كل حاجة حلوة ومستمتع بالحياة الشخصية العاقل عارف المخاطر وعارف المتع وبيحاول يوازن منه وشخصية اللي هو زي الضمير بيسموه السوبر ايجو فده اللي هو ايه كل حاجة لأ ما تعملش كده ما ينفعش تعمل كده ده غلط احنا طول الوقت المفترض ان يكون في توازن بين الثلاث شخصيات للاسف معظمنا في معظم الوقت بيبقى في واحد مسيطر فتلاقي واحد مثلا دايما بيلوم نفسه ودايما شايف انه كل حاجة غلط كل حاجة حرام ما ينفعش تعمل كده ما تنفعش تعمل كده الوقت بتعليعب اللعب مع الاصفال ده ده الوقت اللي احنا محتاجين الطفل هو اللي يبسائت ان انت بتلعب وبتتنطط وبتجري معاهم وبيغبطوك وبتغبطهم وبتقع وبيقع فوقيك هو ده اللي بيطلع الطفل الطفل اللي جواك ده هو اللي يعرف يتكلم مع الولادة هو اللي يعرف يخليهم يستمتع ويخليك انت كمان تستمتع ففي الاخر بتكون المحصلة ان انتو الاثنين استمتعتوا وانتو الاثنين قدرتوا تعملوا العلاقة اللي هي كانت مفتقرة واخيرا ده بيشبع الانتباه اللي كان الطفل نفسه فيه من زمان فيه قاعدة تانية مهمة جدا بيسموها attention rule الطفل عنده احتياج غريزي احتياج اساسي ان الاب والام يهتموا به ان هما بيتكلموا معاه بيلعبوا معاه واخديم بالهم منه الولد او البنت لو اكتشف ان الاهتمام ده مش موجود بشكل ايجابي بيغضوا بشكل سلبي فلما ده بيحصل بانتظام بيخلي الطفل بعد شوية الحاجات اللي كان بيعملها عشان ياخد الانتباه ده والاهتمام بطلت تحصل فده ملخص الحاجات اللي ممكن تساعدنا في اللعب للمعولين الله يبارك فيك تضح اللعب له يعني اسرار في طريق التربية بحد ذاته هو اللعب هنا بس فيه كم سؤال بعد لما الولاد يلعبوا مع بعض ويتخانقوا شو بعمل انا بحس حالي بدي اتجاهل مثلا عم بتخانقوا مع بعض ما بدي اتدخل انا كأب او كأم اسبهم وامشي يعني ايه ام اللي يعمليه اعتقد دي دي حاجة مهمة لانه هو لعب مع اكتر من ولد او بنت يعني اللي هو زي ما قلت كده مجموعة بيلعبوا مع بعض في الاول اعتقد ان احنا لازم ناخد الفرصة دي لما بنبقى بنلعب معاهم ان دي فرصة عظيمة ان احنا نعلمهم بعض الحاجات بمعنى مثلا ان هما بيلعبوا مع بعض علمهم ان ده خد من حاجة من حد حاجة فاستأذن منه ممكن اخد اللعبة دي بتاعته فانا لما بشوف سلوك زي ده بقوله شوف براف عليك شوف هو قال استأذن قبل ما ياخد وانت براف عليك قلت له خدها فده جميل فكده انت بتشجع سلوك كويس بيحصل في اللعبة وفي نفس الوقت بتنهى عن سلوك غلط اللي هو عكسه لما بتشجع السلوك فده دي الحاجة الاولانية الحاجة التانية نفترض بقى ان هما بدأ يحصل مشاكل في اللعبة دايما قاعدا نحطها في دماغنا ماينفعش اتعاقب ابنك على سلوك خاطئ انت معلمتهوش قبل كده بمعنى ان هو ايه بيلعبوا مع بعض فراح ازاي ايه اخوه السلوك الخاطئ انواع فيه انواع ممكن نتجهلها وكأنها لم تحدث في اللعبة بالذات يعني واحد مثلا كان بيلعب ورح خبط الحاجات اللي انت ايه اللي انت عملتها حديها امتى متعديش لما يكون السلوك فيه يا اما مشكلة تضر الولد نفسه بمعنى ولد بيلعب مثلا وماسك حاجة شارب وبدأ يعمل في يده هيعور نفسه او فيه مشكلة قد تعرض سلامة حد تاني الخطر يعني بدأ يغبط حاجة اخوف حاجة السلوكيات دي ماينفعش نسكت عليها لا نقول له لا كده ماينفعش احنا بنلعب ماينفعش ان احنا نعمل حاجات دي لان احنا ممكن نعور نفسنا او نعور حد تاني طيب لو جي الطفل بعد كده كرر السلوك ده اللي هو فيه خطوره على نفسه او على حد تاني ساعتها بقوله انا مش هينفع كمل لعب بالشكل ده لانك بتعمل وانا هبطل العب اللي احنا بنقوله بقى المهمة قوي طيب لو الطفل بقى خلاص قال طيب خلاص انا قاسف مش هعمل كده تاني اللي بنقوله دايما للأب والأم ان انت ترجع بسهولة خلاص تقوله خلاص انا عشان انت حاجات دي ما عملتهاش قبل كده احنا هرجع لعب معاك بس خلي بالك لو ده حصل خلاص احنا مش هنكمل لعبة ولو حصل ما تكملش لعبة خلاص لكن قصدي لما هو الطفل بيعتذر وبيقول ان هو مش هيعمله تاني ما تطولش في قصة انك تلومه على اللي عمله ما دام هو اعتذر عنه انت النقطة الاولى فاحنا خلاص نرجع بسهولة ما نطولش وده لي سبب ان انت الوقت بتاع اللعب بتاحنا زي ما قلنا كده عايزينه يتحول لرسالة جميلة بتوصل لطفل عن علاقتك بيه فانت مش عايز ان الموضوع ينتهي باخنائه وبالتالي يتحول ان اللعب مع الاب والام لعب مع بابا وماما دايما بيخلص باخنائه لا احنا عايزين لو هو عمل سلوك خاطئ وهو ادرك واعتذر عنه ارجع بسهولة عشان تفضل الرسالة ان احنا لعبنا مع بعض تبها تمثل بخوزة في اكسبيلينس ان هي خبرة ايجابية مش خبرة سلبية بالنسبة لها ده سبب ان احنا ايه نرجع بسهولة لو حصلت مشكلة من المشاكل وده بيساعد الطفل ان هو ان انا لما بتغير وبرجع عن سلوك قلط انا كنت بعمله دايما بيقابل ده بالعفو بان هو خلاص وإلا لو انا بعتذر فبينتج عنه ان الاب يقولي لا مش هرجع خلاص انت غلط يبقى ده بيعلمني في المستهبل ان انا مالوش لازم الاعتذار لان كده كده انا هخسر فخلاص مش هعتذر بعد كده الله يبالك فيك يا رب والله نقطة مهمة جدا التغافل عن بعض الامور والتركيز على بعض الامور فذكر بعض ولم يذكر بعض وانعادوا عدنا تساعات هايدي المشاكل بين تزوجين يعني كنوا احاملهم مثلا اما بحب استخدم كلمة اماص بصراحة بس بيزعل حساسي بيزعل بسرعة وفي الغضب عنده عالي فبيصير الشليك الاخر الزوج هي كلمة زوج بالعربية على فكرة زوج وزوجة هاني اتنين يعني لما الواحد يقول زوجي المرأة بتقول زوجي ولا شو بقول زوجي يعني مادروا يقول زوجة بس صنع نحنا من قلة خبرتنا باللغة العربية لازم نضيف التال مربوطة لقلها فالواحد لما بيكون سقف الغضب طبعه عالي بيخلي الزوج بيخليه نوعا ما انه خلاص ما هدا حيزعله بده وقت وما بعد يهم الغضب بس النقطة المهمة اللي عم تقولها انه ارجع بسهولة بالتالي عميل حسابك لما تغضب صح او لما تكون عندك غضب لا هو عارف لا هلأ هوني اصلت منطقة حمرة هيدي ما فيها مجلة تساهر هيدي وبالتالي ما تبمندك مضطر لتوصل لتعلى السقف بشكل حتى جسدي يعني انك تعاقبه بشكل جسدي او بشكل اخر مجرد يعرف انك انت غضبتي الله يبارك فيك فايدة مهمة جدا جزاك الله خير ذكرت كثير من الامور التي الواحد يستفيد منك كيف يلعب وذكرت كثير من الامور التي نتجنبها الواحد يسأل كثير ويتصرف ويخلوهم هن يتولو زمان من القيادة وتحديد المبادئ اللعب وانتبه حتى ما يحصوا انه هن يحصوا بالملل شو في عندي شي يقدر يقل لي انا عم بلعب منيح او مش عم بلعب منيح يعني انا ما معوض هلقدي العب انا بحب لعب بشي ومثلا انا بحب لعب بالالوان وبنتي تحب تلعب بالدوميز لما بدي العب بالدوميز هذا مجال جديد علي اذا فيك تعطينا شي مبدأ نعرف نقول انه اذا حصل كده انت خلاص يعني تبه المعب تلعب منيح يا ايها الرجل او المرأة تمام من افضل واصدق المؤشرات اذا كنا بنلعب صح مع ولادنا اذا يعني صح التعبير اللعب الصحة واللعب اللي بيحسن العلاقة اللعب اللي بيفيد الولاد وبيفيدنا من افضل المؤشرات احساسي كعب واما انا بلعب مع الولد ان احنا زي ما قلنا كده الطفل اللي بيوا يطلع ان انا بلعب وانا مبسوط كده ان انا يعني ده احساس مختلف عن الشدة اللي انا فيها طول الوقت لقد انا بدأت انطلق مع الولد ده انا بلعب زيه وبصوت زيه وبزقه وبعمل واحنا ده احتياج لي كانسان ان انا الطفل اللي بيوا يطلع لما تحس وانت بتلعب مع ابنك ومنتك ان ده طلع وان انت انطلقت ده ساعتها بيوصل اعظم رسالة للطفل ان انت خلاص على طبيعتك بقى هو ده المؤشر اللي بيخليني اعرف ان اللعب ده ده هو يعني المطلوب وكمل فيه وكمل على ده باستمر فالمؤشر ان الطفل اللي جواتي يطلع وانطلق يا خوفي يطلع الطفل اللي جواتي وبنت يتقلي لا خلاص يا بابا انا بطلت انت عايل اكتر مني بصراحة هوني منوصل لسؤال الطفل اوكي ممتاز عرفنا لعب منيح والطفل مبسوط وانا مبسوط بس انا بالاخرى عندي اشغال تاني يعني في وقت معين انا محدود فيه وبنتي الله يسلم عمره او ولاد الناس يعني بده لك لعب معي بعد وانا عاوز امشي بقى عندي اشه شو بدي اعمل بخاف ازيت اوكي انه الا انا عندي اشه تاني فبخاف تفتكر انه عندي شي تاني مهم اكتر منها يعني وهذه هل هي رسالة خاطئة طب وكيف اخلص من اللعب يعني يعني اقول لهم بس بشكل ما ازيهم انا اعتقد السؤال ده يعني مهمة ولان هو فعلا فيه تلاقي اباء امهات كتير يقولك انا مش برضا لعب معي عشان بيجي في الاخر يعني هو لو كويس هيزعل مني بس لكن ده هو كمان بيعض يعيط ويقول لا اه عيتك تلعب معي تاني وما عفش اعرفيه وتقلب بنكد بقى في الاخر فهو التعامل مع الموضوع ده مهم اوي عشان تفضل اللعب في الاخر جابنا تيك تو ومن افضل الوسائل للتعامل مع الموضوع ده ان انا لما يجي العب مع ابني ولا بنتي ان انا بقى ايه بمعنى ايه بمعنى ان احنا هنلعب مع بعض النهارده مسلا من الساعة 7 الساعة 7 ونص او من الساعة 7 الساعة 8 ونبدأ اللعب وقبل ما يجي الوقت ويخلص بعشر دقايق بقوله معيش احنا فضل عشر دقايق وهنخلص خمس دقايق فضل خمس دقايق وهنخلص خلصنا لغاية برضو كده بقى يعني في افضل وقت ان انا بمحدد له هو احنا هنلعب المرة الجاية امتى لان ده في الحقيقة سبب تشبث معظم الولاد وده يبين لكم قد ايه نفسوهم تلعب معهم على طول لان هو عارف ان انت مشهور واش ترجع بتلعب معه تاني فهو ما بيسده اليه الفرصة اللي انت تلعب معه فيها وهو عايز الوقت ده ما يخلصه ودي رسالة عن احتياجه الشديد لك وحلها ان انا اقول له مثلا النهار ده لحد لعبنا مع بعض المرة الجاية نلعب يوم الثلاثة الساعة سبعة فهو الولد عارف لا ده مش اخر مرة ده في مرة تانية جاية فده بيخلي الخوف بتاعه الشديد من ده ما يتكررش تاني روح او يقل بشكل يعني كبير فده بيخلي الغضب اللي بيطلع في الاخر اللي سببه اصلا مش غضب اللي سببه احتياج بحتاج ان هو الاب والام يلعبه معه على طول ده بيقل عن طريق ان هو ان انا محدد وقت قبل الوقت بقوله ده فاضل قد ايه وفي اخر الوقت بقوله ان شاء الله احنا اتبسطنا خلص المرة الجاية يوم كذا الساعة كذا هنلعب مع بعض المطيب ما شاء الله تبارك الله هو الفعل هيدا شي مهم ولعبه كثير من الاباء والامهات واجهوا هذا ففكرة ان اتحدد موعد لبعدين ان احنا ما انتهينا هون بس هون كمان بيجيب نقطة تانية الصدق انت وعدتوا المرة تانية ما تضحي وتقولوا انا عندي شغل او على الاقل تفاهم معه يعني انه حصل طاري بس حاول تلتزم بالوعد اللي انت عطيتو ايه لحتى ما يفقد الايمان انه اذا وعدتوا مرة تانية يقولك مش قدي كلابك بقى نحنا هلا قطنا تقريبا لاخر الحلقة بدنا ناخد الواجب نحكي فيه لحتى ان شاء الله الاهالي يجيبوه معهم ان شاء الله ناكست تايم بالحلقة التانية ومتل ما الدكتور كان عم بيقلنا حاولوا ما تحضر الحلقة التانية اربع خمس ايام عشرة ايام لحتى تعطوا نفسكم فرصة لحتى ان شاء الله تقوموا بالواجب وحتى تأخذوا المرحلة اللي بعدها لانه مش اللي عبره انه تحضر الحلقات كله ياتا هي مانا يعني تحضروا خلص تمشي مانا يمشي معكم خطوة خطوة فالله يرضى عليكم متل ما الدكتور وصف لنا الفائد لألكم يعني ان شاء الله طيب الى الواجب الان فدكتور تفضل بدنا شو الواجب احنا النهاردة تكلمنا على الوقت بتاعنا ازاي 70% من الوقت مع الولاد محتاج يكون كلام واستماع ولعب وتجاهل ومفيش عقاب مفيش قواعد في 70% من الوقت فدي النقطة الاولانية حاول ان انت لما توصل البيت ان انت موجود مع الولاد اسأل نفسك كل يوم هو انا قعدت قد ايه النهاردة وصلت لقد ايه من 70% يوم بيوم حاول تزود الوقت لغاية ما توصل ان 70% مع الولاد موجود في نطاق حاجة بيتبسطوا بيها دي النقطة الاولانية الواجب التاني ان احنا تكلمنا عن الكلام والاستماع محتاجين كل اب وام على الاقل مرتين في الاسبوع اللي هو بعد الحلقة يخرج او يععد مع حد من ولاده مع الولاد ويتكلموا معهم بالطريقة اللي احنا تكلمنا فيها طريقة الكلام المفيدة طريقة الاستماع المفيدة والحاجة التالتة ان احنا محتاجين مرة او مرتين في خلال الاسبوع نلعب مع الولاد بالشكل الصح بالشكل اللي احنا وصفناه ده مش هيجي من اول مرة على فكرة اول مرة هتحاول وتلاقي نفسك بتلغبة الدنيا ده الطبيعي وتاني مرة تالت مرة بدأت تبقى احسن احنا عايزين بقى نوصل خلال الاسبوع الجاي ان احنا نلعب على الاقل مرة واحدة بالشكل اللي احنا وصفناه لما نوصل لده يعني قضينا 70% من الوقت تكلمنا واسمعنا ولعبنا خلال الاسبوع ده باذن الله هتلاقي في حاجات كانت في العلاقة بينك وبن ابنك او بنتك فيها مشاكل بدأت تحصل فيها تغيير كل ما ده يستمر كل ما المشاكل هتبدأ تختار فده الواجب بتاع الاسبوع وزي ما انت قلت ان استأذنكو ياريت ان ما ندخلش نشوف الحلقة اللي بعديها غير لما نقعد اسبوع على الاقل نجرب ده ونساعد بعض فيه بعد ما نعمله احنا قلنا الاب والام وشغالين مع بعض كفريق كل واحد يقول لمراته او كل واحدة تقول له جزهة هي عملت ايه وازاي للوقت ده ماشي وإيه اللي حاست انه هو صعب واللي حاست انه هو جميل وياخده من بعض كل واحد يقول للتاني رأيه في اللي حصل الله يبالك فيه سؤال هل يضر اذا حدا كان عنده رغبة يشوف الحلقات كل اياته وبعد ان يمشي مع كل حلقة بحلقتها هل في هذا فيه ضرر؟ مفيش اي ضرر بس هو الفكرة يعني ممكن يعمل كده بس يرجع تاني يتفرج على حلقة وياخد اسبوع يطبق اللي يتعلمه في الحلقة وبعد كده ياخد الحلقة اللي بعديها يسمع لان هو احنا شطار قوي في ان احنا نتفرج على الحاجات وياما حاجات بنسمعها وبتدخل ونتأثر بها جدا لمدة ساعة ساعتين ثلاثة وبعد كده خلاص يوم يومين بالكتير وخلاص لكن احنا اللي عايزين نستفيد بيه فعلا ان احنا نسمع الحاجات دي نضغير ونغير وبعد كده ندخل على المرحلة اللي بعديها فهو ده الهدف ان احنا نطبق الكلام مالوش لازم ان احنا اللي بعرفينه معظم الكلام مش جديد علينا لكن اللي هيفرق فعلا تطبيق الكلام وهي هو بالفعل هو هايدي مشكلة يعني نحنا في ناس منقع بمشكلة تكديس المعرفة طبعا المعرفة صارت كتير متاحة احسن بكتير مما على الاقل من جيلنا هلا برياحة فيك تاخد online course تشريع مبلغ حتى زهيد اذا ما كان حتى مجانا يعني وانك تحضر وتتعلم منه وتمشي وفي ناس الطباء النفسيين تحدثوا عننا انه في ناس حتى ممكن يشتري الكورس بدون ما انه حتى يتعلموا بس مجرد انه اشتر الكورس او اشتر الكتاب بحس كأنه حصل على تلك المعرفة وما بيرجعلها فنفس الفكرة اذا انت حضرت كل الحلقات بالاخر ما استفرد يعني انت بلك تمشي تتبع الخطوات اللي فيها مش انت شاهدتها واخدت لك فكرتين ورحت هيدا كورس كين نحنا مؤكد نحنا مقدرين انه ممكن مش كل الناس يناسبهم كل ما ورد فيها ولكن هايدي طرق مجربة وطرق علمية وقائمة على أسس علمية صحيحة وندعو الله عز وجل انه ان شاء الله حتتناسبكم بشكل كتير كبير فبلد تكديس المعرفة وحاور تمشي فيها خطوة خطبة لحتى ان شاء الله نصل جميعا الى تأسيس أولاد أصحاء نفسيا وصحيا وان شاء الله حتى يفودوا مجتمعهم ويفيدوه ويكونوا بإذن الله من الأعمال الصالحة الدائمة حتى من بعد ان يورينا التراب ويكونوا ان شاء الله وردنا صالح وان يدعو لنا اذا بتحب تقول كلمة اخيرة دكتور بقول بس ربنا يدفع يا رب بالكلام ده واللي انا عايز اقوله لكم ان الكلام ده زي ما قلني قبل كده قصر كتير جدا كان عندها مشاكل وجربت الكلام ده وانت يمكن لما تسمعه تحس ان هو كلام يعني بسيط قوي لكن التأثير بتاعه كبير جدا جدا فهو يستاهل ان احنا نتغير عشانه ويستاهل ان احنا نحاوله يستاهل عشان خطر ولادنا وعشان خطرنا وعشان خطر نستمتع بالحياة لان ربنا سبحانه تعالى قال المال والبنون زينة في الحياة الدنيا فكتير من الاباء والامهات مش شايفينهم زينة شايفينهم حمل وعب وولود ازاي يتحاول ده ان حاجة نستمتع بيها وتبه متعة في الحياة ان شاء الله ده يكون سبب من الاسبت اللهم امين جزاك الله خير وشكرا لكم لحسن الاستماع وحسن الصحبة وارجو ان لا تنسونا من الدعاء نحن نقصد بهذا العمل وجه الله ان شاء الله رزقنا الاخلاص نرجو منكم الدعاء شكرا لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاركوني الاجر على اليوتيوب تغاطي على سبسكراب وتغاطي على جرس سجل اعجابك شاركنا بتعليقك وشارك بمنشوراتك وخلو الخير ان شاء الله يعيم على الجميع جزاكم الله خير اشتركوا في القناة